قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ختام زيارته إلى موسكو إن غزو روسيا لأوكرانيا يشكل انتهاكا لوحدة أراضيها كما يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقبل ذلك دعا جوتيريش خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى وقف لإطلاق النار في أقرب فرصة ممكنة وتهيئة الظروف من أجل حل سلمي وعلى الجانب الآخر أكدت تقارير أممية أن الوضع الإنساني في أوكرانيا يزداد تدهورا وأن عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى الدول الجوار يقرب من ثمانية ملايين ونصف مليون لاجئ إذا لم تتوقف الحرب فما الذي تعول عليه المساعد الدولية على صعيد إنهاء أزمة اللاجئين والدفع قدما في مفاوضات حل الأزمة الأوكرانية وهل تستجيب روسيا لمطالب كوتارش بوقفا فوريا لإطلاق النار وفقا للأمم المتحدة وبمجب قرار الجمعية العامة فإن غزو روسيا لأوكرانيا يشكل انتهاكا لوحدة أراضيها كما أنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة لكنني على قناعة شديدة بأنه يجدر بناء إنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن لأجل صالح الشعب الأوكراني ولأجل الشعب الروسي وغيرهم لقد كررت الأمم المتحدة دعوتها لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين ولتسهيل إقامة حوار سياسي بهدف الوصول إلى حل لكن ذلك لم يتحقق بعد اليوم على امتداد دونباس فإن المعركة الدائرة تسببت في كم كبير من الضمار والموت الكثير من المدنيين يقتلون فيما يواجه الآلاف ظروفا تهدد حياتهم وهم محاصرون بسبب النزاع الدائر أنا قلق بشأن التقارير المتكررة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية مع وجود احتمالات وقوع جرائم حرب وهي وقائع تستدعي فتح تحقيق مستقل من موسكو دع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب الأجل كما أكد جوتيرش خلال محادثته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروب أنه رغم تعقيدات الوضع في أوكرانيا والتفسيرات المختلفة لما يحصل فيها فإنه من الممكن إقامة حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف معاناة الأوكرانيين نحن مهتمون للغاية بإيجاد السبل الكفيلة بتهيئة الظروف للحوار الفحال ولوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وكذلك تهيئة الظروف لحل سلمي ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يتوجه إلى كييف للإيقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي والذي انتقد بشدة اختيار جوتيرش زيارة روسيا قبل التوجه إلى بلاده مشيرا في وقت سابق إلى أنه لا يرى أي عدل أو أي منطق في ترتيب الزيارات وفي انتظار حصول أي تطورات دبلوماسية تستمر معاناة الأوكرانيين جراء الحرب التي شنتها روسيا عليهم منذ أكثر من شهرين إذ أعلنت الأمم المتحدة توقعاتها بأن يتجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين الفيررين من بلادهم الثمانية ملايين وأمام استمرار تدهر الأوضاع الإنسانية أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن هناك حاجة ماسة لأكثر من ملياري دولار في الوقت الرهن لتوفير مساعدات عاجلة لهؤلاء الفيررين من الحرب وهو ضعف المبلغ الذي أعلنت عنه المفوضية بعد أيام من بداية الغزو الروسي في المقابل أفادت تقارير عدة أن عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية داخل أوكرانيا وصل إلى حد الآن الـ 12 مليوناً وأن أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء ينضم إلينا من كيف فالنتين ناليا فيتوشينكو عضو بالبرلمان الأوكراني وأمين اللجنة الفرلمانية لشؤون التكامل الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي ورئيس جهاز الاستخبارات الأوكرانية السابق أهلا بك معنا لنفهم منك أكثر سيد فالنتين ما هي العراقيل الحقيقية التي فعلا تعيق تحقيق وقف لإطلاق النار وتأمين الممرات الإنسانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا هو لأن روسيا ما تزال تريد الحرب وجيش بوتين ما زال يستهدف ويقصف المدنيين في غرب وشرق أوكرانيا وكل يوم يزداد عدد القتلى المدنيين حتى الآن 217 طفل قد توفوا من جراء اعتداء روسيا وجوابي بالتالي هو واضح الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يصل إلى وقف إطلاق النار والسيد بوتين السيد فالنتين ما إمكانية أن ينجح الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أثناء زيارته لموسكو ربما في تحقيق خطوة متقدمة فيما يخص موضوع وقف إطلاق النار كمرحلة أولى ثم التواجه ربما فيما بعد إلى التفاوض بحكم هذه الزيارة التي سبقتها زيارته إلى أنقرة ومن بعد موسكو سيتجه إلى كييف نعم المساعدة الأساسية من قبل أمين عام الأمم المتحدة تبقى ببدء عمل صليب الأحمر ومساعدته في مدينة ماريوبول حيث يعاني المدنيون من القصف الروسي والاعتداء الروسي كل يوم وكل ليلة المساعدات نحتاجها الآن لأن الأوضاع مأساوية في هذه المدينة في شرق أوكرانيا هي مدينة شهيدة هذا ما نسميها عليه الآن ثم أيضا لا بد للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن تأتي إلى أوكرانيا وأن تعمل على الأراضي الأوكرانية لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ونقطة أخيرة لا بد من تأمين الممرات الإنسانية الأمنة لإجلاء المدنيين من ماريوبول ومن مدن أخرى وهم ما زالوا يواجهون الهجوم والقصف الروسي والمدافع وطائرات العسكرية والقوات الروسية في أوكران اللافت في موضوع اللاجئين سيد فالنتين بأن الأمم المتحدة بدأت تحذر من ارتفاع الأعداد تتحدث ربما عن أرقام قد تصل إلى ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف لاجئ وبكل الأحوال نتحدث الآن عن خمسة ملايين ومائتي ألف لاجئ وهي أعداد كبيرة إذا ما تحدثنا عن دور هذه المنظمات على الأرض بالنسبة لمن تبقى داخل أوكرانيا وبالنسبة للنازحين من المدن الأوكرانية الدور الذي تقوم به هذه المنظمات وحجم المساعدات سواء كانت إنسانية أو طبية أو حتى غذائية التي تقدم داخل أوكرانيا من قبلهم نعم نعرف أنه في الأيام الأخيرة في أوكرانيا الأيام الثلاثة والخمسة هناك عداد من الأوكرانيين بدأوا يعود إلى أوكرانيا وبالتالي أرقام تختلف عما سمعناه من قبل الأمم المتحدة مؤخراً الشعب الأوكراني بدأ يعود الأوكرانيون يريدون العودة إلى ديارهم أو ما تبقى منها بعد عدوان الروسي وبالتالي نحتاج إلى المزيد من الدعم والمساعدات هنا داخل أوكرانيا لنسمح لأوكرانيين أن يبقوا في البلاد على الأقل في مناطق الغرب والوسط ويبقوا ولو بشكل مؤقت في هذه المناطق خاصة إن كانت الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة الأوكرانية لتقديم الخدمات لهم أما ما نحتاجه كهدف أساسي فهو وقف لإطلاق النار لا بد من أن نصل الوقف لإطلاق النار لوقف إزدياد عدد اللاجئين طبعاً هناك اللاجئين داخل أوكرانيا كما تعرفون وحسب تقديراتنا 4 إلى 5 ملايين شخص مهجرين داخل أوكرانيا مقابل 3.5 خارج البلاد ألافت فيما يخص موضوع وقف إطلاق النار سيد فالنتين بأن موسكو تتحدث الآن بأنه قد لا تكون هناك مفاوضات إن ما زالت الأسلحة الغربية تدخل إلى كييف هل من الممكن أن يتم تحقيق أي معادلة فيما يخص الطلب الروسي والطلب أوكرانيا فيما يخص دخول الأسلحة إليها سأقول لك ما يحصل الآن في كييف أنا في كييف منذ بداية الحرب الروسية كل الليلة نسمع صفارات الإنزار لماذا؟ لأنه حتى من بحر قزوين أو من أراضي روسية مختلفة روسية تطلق الصواريخ ضدنا وفوق رؤوسنا كل يوم هذا ما يحصل الآن كييف مستهدفة ومدن أقرانية مسالمة مدنية تستهدف أيضا هذا ما يحصل وللأسف هذه الصواريخ خطيرة للغاية وهي مدججة بالمتفجرات التي تقتل كل ليلة كل ليلة أكرر المدنيين هنا في أوكرانيا وفي كل المدن وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي لا بد من أن يفرض على روسيا أن تضع حدا لهذه الهجمات بالصواريخ ضد المدنيين في أوكرانيا هذا واحد وإثنان لا بد أيضا من نشر مهمات للأمم المتحدة والصليب الأحمر في المدن الأوقرانية والبدء في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والتركيز على السلام ومساعدة المدنيين شكرا جزيلا لك الضيفي من كييف فالنتين ناليا فوتوشينكو عضو بالبرلمان الأوكراني أشكرك جزيلا شكر أيضا مشاهدين للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن دونالد جونسون المختص في الشؤون الروسية والأوروبية بمعهد الولايات المتحدة للسلام ورحب أيضا بضيفي من موسكو السيد رولاند جوموف الباحث والمحلل السياسي أهلا بك معنا أبدأ معك ضيفي من موسكو هل فعلا لا يزال الوقت مبكرا ربما لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وذلك بحسب ما تحدث الجانب الروسي وهو كذلك ولكن يبدو أنه يحدث ذلك أن كلا الطرفين الروسي والأوكراني مصمماني لحل المشكلة في ميدان القتال لأن مصار المفاوضات لم ينجخ وموسكو ترى أنه هو بسبب الطرف الأوكراني الرئيس الروسي اليوم في اجتماعه مع غوترش أشار أنه أخرز تقدم كبير في اللقاء الأخير بين الوفدين والروسي والأوكراني في أنقرة ولكن الوفد الأوكراني تراجع بعد ذلك أيضا السيد لابروف أجتماع مع غوترش أشار أنه الجانب الروسي منذ عشرة أيام ينتظر جواب الطرف الأوكراني على الاقتراحات الأخيرة ويبدو أن دعم الغرب والزيارة الأخيرة لوزيرين الأمريكيين إلى الكيف ووزير الخارجية ووزير الدفاع أعطى للأوكرانيين زحما لمواصلة القتال واستمرار في المصار الأسكري ولكن ما ذلك السيد لابروف أشار اليوم وكذلك بوتين أشار كليهما أنه لا بد من أن يكون هناك قال لابروف في نهاية المطف كل حرب وكل النظام سينبغي أن ينتحي باتفاق معين وهذا يدل على أن روسيا جاهزة وعلى استعداد على هذا الاتفاق إذن الكورة في مرمى الجانب الأوكراني ضيفي سيد دونالد جونسون من واشنطن أهلا بك معنا يبدو بأن هناك تحركات تسعى إلى وقف إطلاق النار من خلال الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إلى موسكو ومن بعد ذلك إلى كييف برأيك هل ستنجح هذه المهمة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار كخطوة أولى؟ نعم نتمنى ذلك ولكنني متشائم لأن وزير الخارجية لافروف هدد باستعمال السلاح النووي والمباشرة بحرب عالمية ثالثة هذه الحرب هي اعتداء روسي كما قلتم في تقريركم أكثر من خمسة ملايين شخص أصبحوا مهجرين داخلا وربما خمسة ملايين خارجا أيضا لا أعتقد في هذا المجال أن المفاوضات ستصل إلى أي شيء ربما وقف لإطلاق النار ولكن أعتقد أن الوضع العسكري طالما لم يحسم لنرى أي مفاوضة في هذه النقطة أنقلها إلى ضيف السيد ديجاموف من موسكو كيف يمكن لروسيا أن تهدد باستخدام أسلحة نووية وفي ذات الوقت تتحدث عن مفاوضات تخوضها مع الجانب الأوكراني؟ ما أكل اخترام لذيفكم ولكن غروف لم يحدد به الحرب النووية ولكن قال أنه يخشى من أن تطور الأمور سيؤدي في نهاية المطاف وقد تتحول إلى حرب عالمية ولكن هذا ما كان تحديدا هو التحليل الواقع للأمور على الأرض ما يخدس في الألاقات الدولية وقبل كل شيء الألاقات بين الغرب على رأسها الولايات المتحدة وإنجليترا وروسيا من جهة أخرى وهذا أمر واضح جدا لكل الذين يراقبون الوضع الكثب ما ذلك ينبغي أن نؤكد أن لوروف هو الذي أشار أنه ما صار المفاوضات لا بد منه ولكن قال العملية الأسكرية المعركة هي التي ستحدد إطار هذا الاتفاق الإطار فيما يخص ذلك فيما يخص الحدود فيما يخص الخصوصيات كيف يتم هذا الاتفاق لأن بالخطوط العريدة كان مشروع الاتفاق الذي كان الطرفين قريبان منه في اسطنبول هو لصالح أوكرانيا ولكن للأسف الشديد أوكرانيا تراجعت واختارت طريق المواجهة لأنها يبدو أن تتخيل أنها لديها فرصة في حزيمة الروس وفي انتصار في هذا الحرب رغم أن التصريحات الأوكرانية سيد جمهور التصريحات الأوكرانية تدعو للحوار وحتى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي يطالب على نحو متكرر بلقاء الرئيس الروسي يمكن لقاء الرئيس الروسي بعدما يكون هناك كل الاتفاق يكون جاهز بالخطوط الأريدة علشان يجلسان الرئيسان ويوقعون عليه لا يوجد اللقاء من أجلها اللقاء اللقاء من أجلها اللقاء هو إطالة الأمد ولا فايدة منه ما رأيك ضيفي من واشنطن سيد دونالد يعني إن كان ضيفي يتحدث عن أن هي روسيا هي من تستعد للتفاوض ويقول بأن الكرة الآن في ملعب أوكرانيا وبالمقابل أيضا هي روسيا تتحدث بأن طريق التفاوض قد لا ينجح في حال استمرار الغرب بتقديم دعمه العسكري لأوكرانيا نعم هذا مثال جديد لضغط روسيا ديبلوماسية للدفع لمصالحها إلى الأمام رأينا في الأسبوع الماضي أن أحد الجنيرالات الروسية تكلم عن ممر طول البحر الأسود الذي سيهدد أيضا مولدوفا هذا النوع من الكلام هو الذي نسمعه وهذا يعني أن الكريملين غير مستعد لأي حوار ديبلوماسي وروسيا طبعا تحتل مناطق كبيرة من أوكرانيا روسيا فقط تعتقد أنه بإمكانها أن تفرد تقدمها على أوكرانيا ونعرف أيضا أن الرئيس زيلنسكي يقترح دائما التواصل لوقف نتلاق النار ولكن لدينا السيد لفروف وكذلك الرئيس الروسي يتكلمان عن السلاح النووي وكل ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى مجهود ديبلوماسي يمكن أن يحل المشكلة في أوكرانيا الحال هو عبر وقف روسيا لاعتدائها العسكري على أوكرانيا وسحب القوات الروسية ووقف الهجمات الصاروخية على المدنيين الأبرياء في المدن الأوكرانية ولكن لا يبدو أن ذلك سيحصل بداتا كما ذكرت بالتحديد يعني عندما دخلت روسيا إلى أوكرانيا هي لن تنسحب إلا حتى تحقق أهدافها اليوم وزارة الدفاع الروسية حذرت كييف من استخدام الأسلحة الغربية تحديدا البريطانية لتصويب ضربات للأراضي الروسية أو داخل الأراضي الروسية برأيك هل من الممكن فعلا أن يتجه الأوكران إلى توجيه ضربات في العمق الروسي ربما في حال امتدت الحرب وزاد العنف أكثر داخل أراضيها لا أعتقد أن ذلك محتمل يفاجئني لو فعلت أوكرانيا ذلك أوكرانيا تركز على الدفاع عن أراضيها ويحق لها أن تستعمل كل الأسلحة والمساعدات الضرورية من قبل الدول الغربية لدفاع عن أراضيها مجددا أمر يتعلق بوحدة أراضي أوكرانيا أوكرانيا ليس لديها أي رغبة في السيطرة على أراضي روسية بل هناك طبعا التضليل الروسي المضحق والبروباغاندا الروسية التي تتكلم عن مطامع أوكرانية في روسيا أوكرانيا تدافع فقط عن سيادتها وعن أراضيها ويحق لها أن تفعل ذلك ولا يمكن أن يتدخل بوتين بما هو قرار سيادي حر لأوكرانيا في ذات النقطة سيد ديجاموف إن كان الضيف من واشنطن يستبعد تماما أن يقوم الأوكران بتوجيه ضربات إلى داخل الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بريطانية ما هو مصدر هذه المخاوف من قبل وزارة الدفاع الروسية وهذه الرواية بأن القوات الأوكرانية قد تقوم باستهداف أراضيها سؤال جميل جدا هذه هي التسريحة جاد بعضما أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس حبي أنه هو من حق الأوكرانيين سيستخدمون الأسريحة البريطانية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا لدرب الأهداف داخل روسيا هذا هو تشجيع مباشر من قبل البريطانيين وبنسبة للضربات على الأراضي الروسية منذ زمن منذ شهر تقريبا الجانب الأوكراني يقوم بتحرشات وبتوجيه ضربات مؤينة لاستفزاز الروس وهذا في الحديث في الشريط الحدودي وداخل المقاطعة الروسية الثلاث التي تتاخم مع أوكرانيا قريبا جدا إذن الكلام أن أوكرانيا لا تدرب روسيا وهي لا تطمع في أراضي روسيا هو أيضا تدليل والبروبوغاندا الغربية الأوكرانية لأن أوكرانيا لديها الطموحات والإطماع في الأراضي الروسية وخاصة في شمال كوكاس في منطقة كوبان في مناطق أخرى وكانت لديها الطموحات حتى في الشرق الأقصى الروسي وهي كانت الجاليات الأوكرانية موجودة منذ أيام القيصر شكرا جزيلا لكم ضيفي من موسكو رونالد ديجاموف الباحث والمحلل السياسي أشكر ضيفي من واشنطن دونالد جونسون المختص في الشؤون الروسية والأوروبية بمعهد الولايات المتحدة للسلام